بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندس الفضائي للثانية ثانوية رقم ستاء صحبية شعبات العلم التجربية والتقن الرياضي والرياضي حيث قال الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجنج OEGK قال وليكن متوازل أضلاع ABCD ولتكن النقطة H نقطة من الفضاء تحقق A H ويسألنا ثلاثة A D قال برهن أن النقطة A B C D و H من نفس المستقبل إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن نكتب هنا برهن أن عندنا هذه الأربع نقطة يا أبنائي هذه الخمس نقطة لاحظوا جيدا أن هذه الخمس نقطة من نفس المستوي قبل كل شيء أبنائي نريد أن نقوم برسم توضيحي ولو هكذا لاحظوا جيدا إذا قلنا هذا هو هذا هو متوازل هذا متوازل أضلاع لأن هنا نفتقد إلى ما نسميه يا أبنائي نسميه الإحداثيات إذا سميناه A B C D هذا متوازل الأضلاع ماذا يعني هذا؟ يعني هذا يا أبنائي أنه A C أو A نقول هكذا A C وهذا الشعاع A C ماذا يمكن أن يساوي؟ يساوي لنا A لاحظوا يساوي لنا A B زائد ماذا؟ زائد A D نعم بقاعدة المحصلة يساوي لنا هذا الشعاع زائد هذا الشعاع وهذا الشعاع ما هو هذا الشعاع؟ A B C اللي هو نفسه هو A D حتى تفهموا جيدا إذن هذا ماذا يعني يا أبنائي؟ يعني أنه تكون لاحظوا تكون نقول تكون أربع نقط من نفس المستويه إذا ماذا؟ إذا وجد X و Y حيث ماذا؟ حيث A C يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا X A B زائد Y A S A S لاحظوا A ما نسميه A D أركزوا أرجوكم حتى التعلموا إذن هنا بالمطابقة ماذا نجد؟ نجد ها هو X و ها هو Y إذن فماذا؟ ينتجي أبنائي أنه X يساوي لنا كن يساوي لنا واحد و Y يساوي لنا واحد أي النقط من هي النقط؟ لهي A B C و D من نفس المستويه بقيت لنا النقطة الأخرى لاحظوا إذن هذه الأربعة حققت لنا هذه العلاقة أنه A C يساوي لنا X A B زائد Y A D لكن نقول لكن إذن أربعة الآن ضمنها أنها تنتمي إلى نفس المستويه تأتي النقطة الأخرى يا أبنائي التي تقع في هذا الموضع لاحظوا هي تأخذ ثلاث مرات من A D إذا قلنا ها هي مرة وها هي مرة أخرى إذن النقطة H تكون في هذا الموضع فماذا نقول؟ نقول لدينا أنه ماذا؟ أنه A H تساوي لنا ماذا؟ ثلاثة من A D أي ماذا؟ أي النقطة هذه النقطة هي A و D و A H في استقامية بما أنها في استقامية معناها تنتمي إلى نفس المستقيم إذن أن هذه A H تنتمي إلى المستقيم A D بما أنها تنتمي إلى المستقيم A D يا أبنائي أعلم جيدا هي تنتمي إلى مستقيم وذلك المستقيم فيه نقطتان مشكل من نقطتان تنتميان إلى المستوي الأول هذا المستوي إذا سميناه P A مباشرة أي أنه A H تصبح تنتمي إلى المستوي P مهما كان يعني يا أبنائي لما هذا لأنه يوجد لنا نقطتان تشكلان مستقيم ويوجد نقطة تنتمي إليهم فذلك النقطة تنتمي إلى ذلك المستقيم حيث ماذا كذلك؟ حيث يمكن أن نقول أنه A D هذا هو محتوى في المستوي P وقلنا أنه A H تنتمي إلى ماذا؟ إلى A D المحتوى فيه أي أنه ماذا؟ أي أنه A H تنتمي إلى المستوي P هذا وبهذا ماذا نحكم يا أبنائي نقول يعني من خلال ومنه النقطة الخمس ما هي النقطة الخمس؟ اللي هي A B C D و A H تنتمي إلى ماذا؟ إلى نفس المستوي إذا سميناه P فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته